روحي راحت يوم اعملته والله العظيم روحي راحت لا لا انت خريباك احنا بنتحك دلوقتي بس انت تعال له شو بقى المشهد ده وهو بيجيب التعبين ويقول لك مزاج التعبين وده حاجة ما حصلت وقرعيبت الكرة بتروح تعملها فانا قلت روح اجرب انزع السوشيوميدي ويقول لك روحي راحت مش هزار فكرة التعبين اصلا بيمشي على دهارك ده حاجة في قمة اللي بقى السيرة ده انت عملتك مساج مع التعبين اه شفتوا بقول لك انا روحي راحت يوم اعملته والله العظيم روحي راحت لا لا انت خريباك احنا بنتحك دلوقتي بس انت تعال له شو بقى المشهد ده وهو بيجيب التعبين ويقول لك مساج التعبين وده حاجة ما حصلت وقرعيبت الكرة بتروح تعملها فانا قلت روح اجرب انزع السوشيوميدي بقول لك روحي راحت مش هزار فكرة التعبين اصلا بيمشي على دهارك دي حاجة في قمة اللي بقى السيرة دي انا موفق ان انا تعبين انا مرضي كده انا حلو كده لا 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 كانت صعب اوه لا صعب اوه اه اه هم مش تعبين واحد بعدين ده فيه جزء منه بيلافيلك التعبين على راسك عشان يشيل الصداع حاجة صعبة انت كمان هو مفروض التعبين بعضلات اللي ما بيمشي بيشتغل على عضلات جسمك او بيعملك نوع من انواع ريلاكسيشن ما اعرفش بقى اوه ده حصل اه بالزبط اه والله العظيم فده لما حصل يعني في حياتي انا عندي انا مشكلة ان انا فضولي احب اجرب بس برضو معفروض حد يلميني برضو مش قوي كده يعني ابزت مني يعني انت نوع اعطي انا عملت حاجات كتير لا 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 اعملت حاجات كتير انا مش عارف ان عملتها ازاي ولا عملتها لي ولا هعملها تاني عملت ان دخلت مع الاسد في القفص واسدين واهه اسد منهم ما عضنيش بس الاسودة لما بتلعب بتيجي يعني تريح فكها عليك بس لما رايح فكيتها علي انا خلاص مش عارف عملت دي قلت من مبدأ التجربة لا عملت حاجة كتير عملت حاجات كتير ومش عاملها تاني على فكرة عملتها عشان انا نسمي ايه عملتها اخدت التجربة دي بس قد صعب قوي ممكن في الفترة اللي جاي برضو تتجنن انت عمل حاجات كده ولا لا خلاص انا ما عارف انا مش هتلاف هتليني سكيت كده وطلعت بحاجة بس دايما كده انا ما عارفش اصلا خلي بالك اقول لك على حاجة التمثيل ومجهود التمثيل انت مثلا انا ما شفتش الشارع بقالي فوق السبع شهور شغل فانت ما عندكش حياة شبل الحياة بتنتهي فلما بتيجي بتبقى عايز يعني عايز تعوض السبع شهور دول فممكن تجنن بقى باي حاجة عايز اروح وعايز ايجي وعايز اعمل عايز اعوض كل اللي فاتني فساعت كده بتفلت منا يعني عارفتهم فلتت اه يعني بس ماليكة والمشهد بتاع بوصدقية بتاع سيطرتها عليك ده قلب الزني عايز بشون او مشهد حالو على فكرة انا حبيته يعني مشهد ده لو اقولك انه تصور في منتعى السلاسر تصور كده يعني ما خدناش خالص وده يمكن كان تاني مشهد لا ده اول مشهد بني اول مشهد بني في التصوير كنا عمين نتكلم حتى نزلت الفيديو كده كنا بنقعد نتحق عمين نتحق في العربية وطيرها بالنسبة بقى النسياتك انا وانتي هنتكره في الشارع وهنروح في انت بنتي جنية ومعروفة طب انا بقى الشاروة اللي اشتريتها دي فعادنا نتحك ونهزر بقى ان دخلنا عملنا بمشهد ده قعدنا مثلا نذكره تلات اربع مرات انا وهي مع بعض بقى ان دخلنا صورنا المشهد ده بكل تفاصيل انا كنت حبه جدا يعني انا كنت حابب جدا وخصوصا ان انا برضو شايف ان في الدراما ان عماد ما هو الا اداة برضو يعني هو عماد يعني ما كانش يعني هو خلاص كانت صافة مع صابر وحبه بأخوات والحياة تمام وخلاص فهو استدرك يعني او هو ايا كان لغاية ما تخلص الحلقة الثلاثين ونعرف ف في المشهد ده انا كنت عايز ابين قد ايه هو منصاق هو مالهوش دعو استاذ احمد السمير فرق كان هو كبير منتفق معه في الوجهة النظر ديت لكن الحاجة الوحيدة اللي احنا اختلفنا مع بعض في البداية ان انا كنت عايز عماد اوضح عايزه اوضح يعني عايزه يبين يعني فهو الحقيقة وانا بشكره قال لي لا خليك اه خليك لطيف تماما وهيب عندك مشاهد فقلت له طب انا كده الورق مكتوب بشكل ان انا واضح قال لي لا انا هنلعبه ان انت مش واضح وفعلا انا مباجئة اتفرج ان لو كان عماد اتفضح من الاول انت ما كنتش هتستفز باللي هو بيعمله وخصوصا انك مع الوقت هتلاقي حاجات كتيرة جدا وراء عماد مش حاجة ولا اتنين ولا تلاتة فلو كده بكرت اتحرق من الاول فمشهد صهر دوت كنا مفروض قلت له هيا مفضوح انا مش مفضوح المرض اي لا انت كده تمام انت كده بتقلع جلدك وانت هنا مفروض بتكون قده معارف كل حاجة المشهد اللي كان صعب المشهد لما كنا اول حوار بيني وبين الجن في الاوضة عندي في البيت وانا على ركبي على الارض ده كان صعب ده كان صعب عشان تصور كتير قوي وتصور بكذا عدسة وعادنا فيه حبة عادنا فيه اربع ساعات مثلا بنصور فيه وده كان النقلة بتاعت عماد انت بتعرف انت بتعرف ان عماد بيحصل له تواصل بيحصل له حضور وبيبقاش هو فكمان حتى حواري مع امراتي فعايز اعمل بعد ما ان انا ما فوت معي حضور وعايز اكلمها فعايز اقول لها يعني عايز ابين ده لقيت ان الكلام مش هيبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة